أفادت شركة طيران الإمارات بأنها تستهدف افتتاح 21 محطة جديدة لترفع إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها إلى 170 وجهة بحلول عام 2020 وهو موعد استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي وأكدت الشركة التزامها بربط الإمارة بمختلف المناطق المأهولة في العالم لحطور هذا الحدث مشيرة إلى أنها ستركز بشكل أكبر على القارة الإفريقية إذ تتطلع إلى افتتاح عشر وجهات جديدة فيها خلال السنوات الخمس المقبلة